هل الاسم فعلا انا و ايه ولد و بنته الشيطان هل الاسم ممكن يبقى عنصر جذب للناس طبعا احيانا اسم يعني انا عملت فيلم واطلقت عليه اسم كان الاسم سبب خسارته مع انه كان في استراليا اول مرة الكاميرا تروح استراليا انا كل افلامي احب سافر برا فالفيلم ده كان في استراليا تلها في دماغي انا اتكلم عالشباب اللي بيهاجر وفيه منهم بيحقق نجاح وفيه منهم بيحققش الطيور المهاجر اه طبعا في الوقت ده كان فيه اغنية لنجاة اسمها الطيور المهاجر طير المهاجر فالناس ربط الدب ده فقالت لك ده الفيلم معمول اغنية ولا الاغنية معمولة فيلم فحصل يعني بلبلة عند الناس فالفيلم محققش ربح طب وحضرتك اما انت جاءت الانتاج لانك تحمست للعمل نفسه عشان هتسافر بيه وما فيش منتج هيتحمس ويقولك لأ ده هيكلفنا وهيعمل فانت انتاجت طيب اخراج الاخراج ده بقى انت الممثل على فكرة لو تلاحظت ظاهرة اليومين دول تلاقي في السينما الاوربية والامريكية حتى انجلينا جولي اخراجت الممثل بيجي في وقتة قوت زي الكوبية اتملت وفيها فائد فالفائد ده هيبديه فين يسيبه ينزل هادر على الارض يستغله فاعنا كنت وقتها بسافر مهرجان كل سنة انا وشمس من روح مهرجان كان وموظمين عليه يعني وما نقرأ في السينما وحاجات كده فانا حسيت ان انا عندي طاقة زادت عن حد الادوار اللي بيمثلها يعني واستشفيت ان انا اولا في البلاتو بقيت يعني اقف كده مثلا لو انا مخرج لو انا هخرج المشهد ده اخرجه ازاي فلاقيت ان انا عندي رؤية يعني فاقلت طيب مدام المخرجين خايفين اه 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 بفلوسي لو خسرت انا اللي خشرت اه فالحمد لله اه رجحت وكسورة اخراجية وصلت بشكل كويس اه جدا جدا الحمد لله اه يعني كان رأي المخرجين والمنتجين لما شافوا اخراجك اه وبالتالي زي ما حقيق بتقول انت انتاجت خمسة من اخراجك واتنين انتاج نستجل اه اه انتاجر غير بالزبط نتيجة انهم شافوا اه كان في نجاحها يعني الحمد لله يعني الرؤية النقاط كلهم محدش اه البطة الاخراج انت ملك بالاخراج ما تعد ما كفاء عليك التمثيل لأ كلهم اشادوا با بحطة الاخراج والرؤية رؤية جديدة مختلفة فشجعتني طبعا على الاسطل لا وانتاج شي كمان يعني انتاج واخد اه كاست كامل ومسافر به اكتر من بلد يعني مش مثلا انتاجك فبتوفر فيه لا 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 العكس صحيح ما انا عارفش اعمل كده ومعارفش اشتغل على فكر مع منتج حس انه بيقرط في الانتاج يعني يحصل لي عارف اه يعني انت بقى بتشتغل كده وانت اه امت حنخلص بقى اه عادي 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 اه والله انا شغلت مرة مع منتج من المنتجين اه اول ما روحت اتعاقد معايا وانا صغير روحت اتعاقد معايا قال لي بص انا سمعتي ان انا حرامي الله اه ده 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 البداية يعني وان الناس بيقولوا ان انا ما بدفعش للناس بقيت فلوسها اه انا لو اتفقت معاك دلوقتي هتديك فلوسك كلها دلوقتي فلوس الفيلم اه فلات يا سلام روحت فعلا ماضيت معاه وخدت فلوسي كلها كويس سيبك ان انا صرفتها تاني يوم بقيت مدايق جدا وانا شغال ما باخدش حاني شغال ببلاش شغال ببلاش